في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وضع محافظ جنوب سيناء خالد فودا إكليلا من الظهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء جاءت الفعاليات بحضور القيادة التنفيذية والشعبية للمحافظة وصد حجد كبير من الأهالي ومشايخ وعواقل البدو حيث أكد فودا على جهود الدولة في تنمية سيناء وأن سيناء تشهد طفرة تنموية خلال السنوات الأخيرة في جميع المشروعات والخدمات التي لأسها الأهالي كل تحية والتقديل لشهاداء مصر الأبرار كل تحية والتقديل لكل من ضحك بنقول بقى كمان كل تحية والتقديل لمن ساهم وأسهم في التنمية إحنا بعد ما أخدنا أرضنا بننميها يعرف أن سيناء وشرم الشيخ ودهبون ويبقى وطهبة وكاترين كل المناطق دي بتتنمى حاليا ومدفوع فيها مليارات وتعمل فيها تجمعات تنموية وتعمل فيها زراعات كل ده كله إحنا بنقول ده رد الجميل للي ضحوا بأدوحهم ودماءهم عشان نقف إحنا النهاردة هنا في هذا المكان كل الشكر والتقديل لسات الرئيس قائد نسير التنميتنا كل الشكر والتقديل للحكومة المصرية